في الأثناء أثار رفض تركيا انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي الناتو تساؤلات كثيرة أثرها مراقبون حول إمكانية طرد أنقرة من حلف نيتو إذ أصرت على موقفها ففي تقرير نشره موقع نيوزويك يوضح أن فكرة طرد تركيا من الناتو طرحت لأول مرة عام 2016 حين قام رئيس التركي رجل طير أردوغان بقمع المعارضة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وفي 2019 طرحت الفكرة مرة أخرى بعدما غزت القوات التركية شمال شرق سوريا وفي وقتها فرضت السويد وفنلندا حينها عقوبات على أنقرة كما اقترح السيناتور الأمريكي لينسي جراهام في وقتها تعليق عضوية تركيا في الناتو التقرير بينا أن حلف الناتو ليس لديه خيار تعليق العضوية أو طرد الأعضاء ولكن ثمت خيارات لها تأثير مشابه في حال انتهاك دولة عضو المبادئ الواردة في اتفاقية الحلف كالتوقف عن مساعدة هذا الحليف بقرار جمعي مراقبون رجحوا عدم اتخاذ الناتو مثل هذه الخطوة الجذرية التي من شأنها أن تبعد حليفا استراتيجيا كتركيا مثلا متذكرين بالدور التركي الهام الذي لعبته طوال الحرب الباردة خلال الفترة الماضية وذلك بسبب موقعها الجغرافي جنوب روسيا وشمال الشرق الأوسط محللون يرون أن تركيا تسعى للحصول على مكاسب من عضوية فنلندا والسويد كأسلحة أو بعض التنازلات الأخرى يؤكد المتابعون أن أردوغان لديه عدة مطالب أهمها عدم انتقاد سياسته الداخلية خاصة فيما يتعلق باعتقال المعارضين أو معاملته للأكراد وشدد أردوغان خلال الاتصالات الهاتفية مع الأمين العام لحلف الناتو وعدد من الدول الأعضاء رفضه انضمام دول تأوي إرهابيين على حد وصفه في إشارة إلى السويد وفنلندا ومن جانبه عبر الأمين العام لحلف الناتو يانس ستوتنبرغ أن الحلف سيتعامل مع المخاوف التركية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن طريقة المضي قدما ترجمة نانسي قنقر شكرا